اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين بعد اطلة امتدت اكثر من عشرة ايام لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسته المقررة اليوم الثلاثة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ليتم تأجيلها الى يوم الخميس المقبل نواب وسياسيون قالوا ان سبب التأجيل هو الخلافات بين الكتل السياسية حول مواضيع جدوى الاعمال الجلسة التي لم تتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية فيما قالت مصادر اخرى ان سبب التأجيل هو الخلاف على مرشحي الكابينة الوزارية حيث كان من المقرر ان يتم ادراج فقرة التصويت على الوزارات المتبقية ما اثار تخوفات بعض الكتل وتأجلت الجلسة جدوى الاعمال جلسة اليوم كان يتضمن استكمال قراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 لكنها تأجلت مع الجلسة ما دعا الى استغراب بعض النواب من تأجيل هذا الموضوع العاجل بسبب الخلافات اسئلة عديدة ثار حول الاسباب الحقيقية التي دعت رئاسة مجلس النواب الى تأجيل الجلسة وهل ستكون هذه المدة القصيرة قبل يوم الخميس كافية لاتفاق الكتل السياسية؟ وما حقيقة الاسماء التي تطرح في وسائل الاعلام؟ ومن جانب اخر اين وصلت التفاهمات حول الموازنة الاتحادية العامة؟ وهل لا زال نواب المحافظات وخصوصا البصرة ونينوى معترضين على حصص محافظاتهم؟ هذه الاسئلة نطرحها على ضيوفي لكن دعونا نشاهد ما عده لنا زياد وليد تأجيل لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب تبعها تأجيل للجلسة الى الخميس المقبل هكذا جاء سيناريو جلسة مجلس النواب الرابعة والعشرين التي كان من المقرر عقدها الثلاثة على امل ان يتم التصويت على باقي الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي جدول اعمال الجلسة خلى من فقرة استكمال الكابينة الحكومية لكن الترجيحات لم تخلوا من امكانية ادراج فقرة التصويت على الحقاب الوزارية الشاغرة ضمن جدول الاعمال حوارات ولقاءات بين الاطراف السياسية سبقت جلسة البرلمان من اجل حلحلة ازمة اختيار المرشحين للوزارات المتبقية لكن الايام السابقة لم تتمخض عن اي مواقف من قبل الكتل السياسية خاصة بشأن الداخلية والدفاع فاصرار البناء على فالح الفياض مرشحا للداخلية المرفوض من كتلة الاصلاح وعدم استقرار الاحزاب السنية على مرشح واحد للدفاع فضلا عن احتدام الصراع الكردي بين الحزبين الرئيسيين على وزارة العدل وسعى دائرة ازمة استكمال الحكومة نواب داخل البرلمان استبعدوا امكانية التوصل الى اتفاق النهائي حول المرشحين للوزارات الثلاث في جلسة الخميسة المقبل بالنظر لحجم الخلافات وثبات المواقف السياسية فالتعامل على طريقة القط والفار بين الكتل سيعطل تشكيل الحكومة لمزيد من الوقت ربما يترتب عليها غضبا شعبيا يضاف الى الغضب الحالي رحب معي اعزائي المشاهدين بضيوفي كل من السيد محمد العبد الربو النائب السابق عن تلاف النصر والسيد محمد هادي عضو تحالف سائرون وايضا المفروض يكون معنا السيد وليد السهلاني ابدأ بسؤالي لك سيد محمد هذا اليوم في ظل هذه الاجواء المتوترة بين الكتل والاحزاب السياسية تم تأجيل جلسة مهمة كان المفروض بها تنقري الموازنة وايضا كان المفروض انه تشرع قوانين او تقرأ قوانين مهمة تهم المواطن العراقي شنو اسباب التأجيل وليش هذا التأجيل وليش هذه الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية تعلق العمل مجلس النواب مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام وعلى ضيفكم الأخ محمد الحقيقة اليوم ما كان اكو اصلا عرض للكابينة الوزارية حتى يتم الخلاف على الاسماء الموجودة في الكابينة الوزارية بالاصل جدول الاعمال خالي من عرض الكابينة الوزارية او ما تبقى من الكابينة الوزارية فكان يفترض بالاخوان الموجودين في مجلس النواب رئيس المجلس انه ينضم بالفقرات الاخرى اللي هي مناقشة الميزانية القانون اللي فيما يخص تقاعد القوى الامن الداخلي كان ثلاثة اربع فقرات موجودة امضي بها اذا تم عرض الاسماء مثلا الوزاراء المتبقين ممكن انا اخرجوا واعترض عليهم يعني يمكنك سبب انسحاب بعض الكتل او عدم دخول بعض الكتل الى قبة البرلمان بسبب تخوفهم من عرض بعض الاسماء ليش اتخوف لا لا اعرف السبب اوكي انا ادخل ماشي اكو جلسة واكو اسماء راح تعرض اخوان اذا تعرض الاسماء ما راح ادخل يصير اتفاق انه ما تعرض الاسماء وادخل اكمل جلسة وكمل عمل البرلمان يعني اليوم احنا نتحدث عن برلمان عمره فصل تشريعي كامل بالسنة التشريعية الاولى خلي نقول هو عمره ستة شهر خلاص وفق القانون ستة شهر شنو القانون اللي يشرع في هذا البرلمان في هذه المدة نعم شنو القانون اللي ينقش لحد الان اول قانون يناقش هو قانون الموازنة ولحد الان ما اكتمل نعم وبدأنا سنة جديدة يعني هو سنة جديدة طيب اش وقت تنشرع اش وقت تراقب طيب اداء الحكومة انت السماشي انا برلماني يفترض ما الي علاقة بالاكمال الكابينة الوزارية يبقون ثلاثة يبقون اربعة مجلس الوزراء دا يجتمع دا يقرروا قرارات طيب اراقب اداء الحكومة وين وصلنا بالاداء الحكومة اذا بامانة دا اشوف اكو تخبط في الوضع اللي موجود سواء من الطرف التشريعي والتنفيذي اليوم ايضا التنفيذي نفس الوضعية السيد عدل عبد المهدي كل يوم جاي بوجبة يعني صارت مثل قولت العراقين ناقوط الحب ايه شون حكومة كل شم يوم اقدم لي وزيره كل شم يوم اجب انا اجي بكابينة وزارية اختارها مثل ما طلعت وشكرت الكتل السياسية وقلت انا اشكرهم خولوني لا طلعوا ما امخولينك يا اخي عليش تطلع تشكره تقول خولوني ناقوط الحب دا يفرضون عليك فرض هذه الاسماء اطلع صارح الشعب العراقي يقول يا اخوان انا في وضع حرج الكتل السياسية تحتي شيء بالاعلام واقع الحال شيء اخر هذه اسماء دا تفرض عليه ناقوط حتى اصير واضح امام الشعب اما اليوم انا اداري فلان واداري الكتلة الفلانية واداري الحزب الفلاني والله علاقات وضغط دولي ما راح نطلع على العراق لا متى نبقى بهذه الطريقة شنو انا ندير البلد بهذه الطريقة اليوم المواطن يريد عمل يريد فرص عمل ما عندك اقتصاد ما عندك صناعة ماكو زراعة ماكو صحة ماكو تربية ما اكو شغلة واحدة بس الفساد في تطور فقط خلينا نتقل بموضوع مهم جدا هذا اليوم تم تأجيل الجلسة الى يوم الخميس البعض يعتقد ان يوم الخميس سيطرح او تطرح رئاسة مجلس النواب اسماء او استكمال الكابينة الوزارية البعض يتخوف من الاحزاب والكتل السياسية على تمري بعض من هذه الاسماء وهذا ما يعيق عمل مجلس النواب الذي تحدث السيد محمد قال انه عملوا من بداية لهذا اليوم ما قدر يقرر او شرع قانون واحد او ربما يصوت على قانون واحد اليوم شو ممكن نمضي بالعملية السياسية في ظل هذه التخبطات بين الكتل والاحزاب السياسية نعم شكرا لك ولي ضيفك كريم ولي قناتكم المنقرة في البداية احب انهني قواتنا المسلحة والشرطة العراقية الوطنية التي هو غدا احتفال بيومها تأسيسها التي ابعدت المؤسسة الامنية بكوادرها وبصنوفها عن المحاصص الطائفية وحمة امن المواطن وامن البلد بصورة عامة ونتمنى ان تستمر بهذا العمل رغم ان الخلافات السياسية التي تعصب البلاد بسبب حقائب الوزارة الداخلية والدفاع ونحن فيه تحالف سائرون حذرنا منذ البداية وقلنا سوف تكون هناك مشاكل كثيرة سياسية بسبب مشروع الاصطاعة التي تبنينا ويجب ابعاد المؤسسات الامنية والخدمية والتشريعية عن المحاصصة السياسية ومحاصصة الحزبية والكتل السياسية وبطشها والدول الخارجية ايضا ومثل ما ذكر السيد الفاضل انه السيد عادل عبد المهدي الان هو ادخل هذه الحكومة بنفق مظلم بسبب هو الكتل السياسي تفرض عليه مرشحين وهو يقول انه يعني انها اعطت الوقت والمساحة الكاملة للسيد عادل عبد المهدي لكن هو حشي اعلام ليس لا يطبق على عرض الواقع ومضت اشهر على انتخابات مجلس النواب ونحن ننتظر مجلس المحافظات التي ابتعدت الان بعد سوف تذهب الى الحقائم الهيئات المستقلة التي لا تقل اهمية .. عن الحقائم الوزائلية وكذلك وصل المشاكل السياسية بين الكتل إلى مجالس المحافظات وأزمة المحافظين وإقالة المحافظين وتعين آخرين فلذلك نحن في سائر ومشروع الإصلاح التي تبنى والبرنامج الحكومي الذي تبنى السيد عادل عبد المهدي يجب أن يكون ضمن وقت يعني لا يوجد وقت للمساومة ولا لانتظار الشعب العراقي والمواطن العراقي يغرق بالأزمات والمؤسسات بعيدة كل البعد عن المواطن العراقي لذلك يجب الإصراع في تشكيل حكومة وعدم فرض شخصيات على وزارات ويجب الاتيان بشخصيات مستقلة لكي يستمر أمن المواطن العراقي نعم سيدة محمد يعني بصراحة الحكومة 90% شكلت بقى عندنا 3 وزارات 4 وزارات يعني هاي مو هواية لكن نريد نشوف دور الوزارات والوزراء الجدد يعني وعدنا السيد عادل عبد المهدي ببرنامج مهم جدا برنامج الحكومي كان مهم جدا للمواطن العراقي أولا إنهاء الوكالات وأيضا ثاني أشياء تحقيق فرص عمل أشياء كثيرة وعد بها المواطن العراقي شلو ممكن نقدر نفذ برنامج حكومي في ظل تخبط كتل سياسية وأيضا خلافات كبيرة جدا هذا اليوم نشوفها يعني وأيضا هذه الكتل السياسية السيطرة على المشهد السياسي وأيضا مشهد الحكومي يعني حتى على السيدة عادل عبد المهدي مثل ما تحدث السيدة محمد عبد الرب نعم نحن في تحالف سائرون وتحالف إصلاح والأمار بصورة عامة يعني اتخذنا من مشروع الإصلاح هو منهج منذ البداية منذ تأسيس سائرون وإصلاح والأمار لجعل المؤسسة العراقية مؤسسة عراقية تبتعد عن الكتل السياسية وإملاءاتها وجعل المؤسسة التشريعية في البرلمان والمجالس المحافظات استحقاق انتخابي واستحقاق شعبي لا يمكن المساومة والمجاملة عليه كونه أنه اختيار شعبي لذلك والمؤسسة الخدمية في الحكومة التنفيذية والمحافظين هو مؤسسة تنفيذية على محكم عن مواطن العراقي لذلك يجب أن نأتي كيف لا يمكن أن نفذ البرنامج الحكومي في ظل هذا التخبط هذا اليوم؟ أول موضوع هو الأثيان بشخاص بعيدين عن المحاصصة السياسية وإملاءات الكتل السياسية وبعيدين عن الشبهات الفسادة التي طالت الكتل السياسية باختيار شخصية عن أخرى وجعل المؤسسة العراقية والوزارات والحقاب والهيئات وحتى المحافظين شخص ذو كفاءة ونزهة ومهنية يعني يقتنع بهم الشرع العراقي ويتطلع إلى وجود جديدة مقتنعين بالتسعين بلا خلينا ننتقل بعض السؤال أستاذ محمد أنتم مقتنعين بالتسعين بالمئة من حكومة السيد عادل عبد المهدي نتأكلم بكل صراحة عينينا عن المجاملات نسأل سيد محمود يمكن يجاوب أكثر من عندنا يعرف إذا أكو قناعة أو لا يعني أنت تصورين أنه الشخص يسيطر على خمس وزارات وش تريدون المقاولات أنا أخذلكم بيها وجيبوني مقاولات ثقيلة وشغل ثقيل أي دولة هاي وين أكو يش دولة وين أكو يش قناعة؟ هذا كلام خطيء ما يحتاج كلام خطيء جدا ما يحتاج هذا كلام مشهور وموجود فأنت دولة اللي الشخص يتحكمه بخمس وزارات يقول لش تريدين شغله بهاي الوزارة فلان وزارة فلان وزارة فلان وين رايح البلد؟ لي وين تريدين توصلون للبلد اللي أعرفها لا ما عنده قناعة أنا يقول لي وين يريدين يوصلون للبلد يعني رئيس وزراء مثلا يقال أنه في جلسة مجلس وزراء أحد الوزراء ينقل مدير عام أو كذا وبعدين رجعه مبالغ وأكو تسجيل صوتي إلا ما أعرف هذا المدن المصداقية ويحكيها رئيس وزراء بالجلسة هذا يطلع يسؤلف إذا عدكم شغل جيبوا لي شغل ثقيل بالوزارات الفلانية يقول آني الوزير أي شغل تحتاجون بهذه الوزارة منه الوزير؟ آني الوزير والآخر لي وين أريد أعرف؟ لي وين يمديني الإعراق؟ هذا السؤال اللي أسأله يعني أزيد من هذا الدمار أزيد من هذه البهذلة أزيد من هذا الفقر اللي موجود أزيد من هذا التخلف اللي موجود وزارة تربية منتهية تعليم العالي منتهية الصحة منتهية كل مفاصلة الدولة يعني أنت تقصد أنه بعض خيارات السيد عادل عبد المهدي كانت غير موفقة؟ شوفي سيد عادل عبد المهدي يجبه توافق بين كتلتين اللي هي سائرون والفتح ربما ضاع بين الكتلتين لا لا ما يضيع لأنه هو المعروف عن الرجل على أساس أنه ما يدور يعني ما مهتم بالمناصب وما مهتم بهذه الأمور اللي موجودة بالدولة لأن سبقا كان نائب رئيس جمهورية واستقال وكان وزير النفط واستقال وهو اليوم على أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهذه أمانة كل العراقيين هم أمانة برقوبتة اليوم نعم يفترض إذا يشوف نفسه على المحك وغير قادر على إدارة الدولة بسبب هذه الأحزاب يطلع للشعب العراقي يقول أخوان أنا هاي أمانة ما أقدر أكمل لأنه سائرون تريد من عندي لأنه الفتح يريد من عندي لأنه المحور يريد من عندي لأنه النصر يريد من عندي يحكي بكل صراحة مع الشعب العراقي يفهمه يقول له يا أخوان أنا هذه الطريقة اليوم أكولي أذرع بالحكومة أخذه بأسمى أحد الأشخاص قال أنا هذا مرشحي وهذا السيفي مالته وهذا اللي يصير وزير وصار وزير نحن ليش نجامل ونحكي بأمور سياء هذا من المحور حتى عموما معروفين يعني معروفين ويقول لك والله احنا منطين حرية شين الحرية اللي انطيتها العادل عبد المهدي أريد أعرف شين الحرية عدوني الوزراء اللي موجودين أي حرية اللي موجودة لا ماكو وزير تكنوكراف ماكو وزير بعيداً على الأخزاب لا أفهم عفهم أكو لا لا أكو أكو هو اختار أربع وزراء أو خمسة هو اختارهم ويعرفهم هذا اللي باختيارة هو أربع خمسة اسماء سؤال فيلي على الأربع عشر أو على ثلاث عشر البقوا هو اختارهم لا لهم فرضوا علي لا فرضوا علي وهذه حقيقة لازم لازم يعرف بها الشعب العراقي لأنه اليوم احنا ليش نخدع العراقيين ونقول والله حكومة كفاءات وحكومة تكنقراط وحكومة نزاه لا ولا هذه الحكومة أنا في تقديراتي أشوفها هي حكومة عبارة عن حكومة استثمارية لبعض الكتل السياسية وبعض الشخصيات في هذه الوزارات استثمار لهم كأشخاص وكأحزاب ما ألها علاقة بالعمل ما ألها علاقة لا هذه الوزارة شقد تنتج شقد تجيب شقد نربح من عيدها شقد المقاولات أنا أقول لذا أريد أن نخلص من هذا هل مخيبة أمل للمواطن العراقي اللي كان ينتظر يعني حكومة تكنقراط حكومة بعيدة عن الفساد والمفسدين وبعيدة عن سيطرة وهيمنة الأحزاب والكتل الكبيرة ما رح يتخلص العراق من هذه الأحزاب وبهذه الطريقة رح يبقى العراق يعني أنا طمع العراقي نقولهم شقد ما تبقى هذه الأحزاب رح يبقى وضع العراق من سيء إلى أسوأ لأنه ما ماكو حسب المسؤولية كل من يقول آني يعني اليوم واحد من يقول ما نقول يفشل غير قادر على إدارة لسبب معين خلي الآخر المكاني هو يقود يعني مو شرطاً لآني يعني لو آني لو ما حد يصير غيري ولذلك اليوم شوفي شقد ما يصير الانتخابات اليوم بالبرلمان شقد تغير تغير ما يقارب 70% أو 65% أو 60% من أعضاء البرلمان لكن المنهج ما تغير لأن الشخص نفس الشخص المتسيدين على الموقف ونفس المنهج موجود لكن أريد أتحدث نقطة مهمة جداً قبل ما أنتقل لسيد محمد هادي يعني أيضاً أكو إشكالية كبيرة حول وزيرة التربية يعني هذا اليوم رح تأدي القسم وزيرة التربية لو أيضاً رح يتم استبدالها اليوم شلون الجودة الأحزاب والكتل السياسية بعد اللغة اللي سمعناه من خلال وسائل الإعلام وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي أنت تظنين أكو هس موظفين بالموصل لحد الآن قسم مست المراتب لحد هاي اللحظة اللي داحتش بيها عليهم تدقيق أمني موظفين موظفي دائرة يمكن أحدهم دا يتصل بيه هسا نعم لحد هس مست المراتب صار لها سنة وشوية سنورس ليش؟ لأن أكو تدقيق أمني يسمونه علي وجدت الموافقة وجدت الموافقة هذا موظف بسيط صغير وناس رواتم مدخرة يسمونها لحد العناء أيضاً عوائل بأكملها بقت كل من أرى التدقيق الأمني زيان أنا اليوم أريد أجيب وزيرة أريد أجيب مدير عام زيان ما أكو تدقيق أمني روح تدقيق أمنياً اليوم شوف خلق أقوليش بس قبل ما التدقيق الأمني أريد أخذ منك معلومة هل بالفعل وزيرة التربية يعني متهمة بالإرحاب مو هي أخوها داعشي أخوها متهم بالإرحاب يعني داعشي أخوها يعني هذا الأفلام اللي شاهدناها لا لا مو حتى للرأي العالم الأفلام إلا 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 الأفلام اللي شاهدناها من شخص داعش يتكلم مع القوات قوات داعش قوات الإجرامية القوات احتلت مدينة الموصل هل بالفعل هذه الأفعال كنت سبب الأخوها؟ أنت ابن الموصل أنا ما قدر أسأل لابن أنت ابن الموصل رح أجاوبك بس نطيني مجال لأنه أكو شقي المهمات هذا أخوها فعلا وهذا كان مدير ماء سابقا في دائرة ماء نينوة ويعرف بليث قبع المعروف عنه ليث قبع يعني مجرب ليث قبع منتب إلى القاعدة كان إلى القاعدة كان أكوحش علي بالقاعدة حسبي الله ونعم الوقت حسبي الله وكفر لا أسمحي كل أهالي الموصل اللي تأذى ومن داعش حسبي الله وكفر أنا أتحدث من إيزان مظلوب ثنين أكو يعني شهادة قسم الإخوان يقولون بالحاسبة ما لقينا ما موجود ما مطلوب بالحاسبة أنا صارت معايا نفس المعضلة يعني أتمنى الوقت بس بسيط صارت معايا نفس من تحررت الموصل قالوا هذا البيت ما القاضي قاضي الدم ما المنطقة نعم قاضي دم بداعش فجينا أخذنا البيت قاعدنا به رممناه وكملناه حتى ما أطيب بالسالفة قبل شهرين ثلاثة شهر قالوا زوجته مشت معاملة ريدي البيت شو نتريدي البيت زوجت طبعا بالمناسبة أن قتل بقصف طائرات بقصف طائرة قتل وهو داعشي ولدهم دواعش قالوا زوجته مشت معاملة جابت سلامة موقف أنه زوجها كل شي ما عنده يعني أكو فساد بالموصل هذا دحتي أنا دحتي أمام العراقين ودحتي أمام الإعلام وأنا طبعا بناء على قرارات قاضي سلمت البيت إلها وزوجها أنا خابرت ناس يعني ما أحد قال لي خابرت ناس قلت له هذا شنه موقف فقالوا هذا كان قاضي دم في داعش بالحاسبة جابت ورقة أنه هذا ما مطلوب وكل شي ما عنده وأنا سلمت البيت إلها فتصوري إحنا لي وين واصلين يعني وزية التربية أخوها لا ما أعتقد لا أعتقد أكو جو غير مناسب إلها بتأدية القسم هي كشخص ما عليها فتشي كشخصية هي دكتورة كذا ما عليها أي شي ولا منتني لهذا التنظيم وكثير ترى الناس متظرين من هذا الموضوع وإذا ما أردنا أن نتعامل أنا حتى أكون صريح إذا ما أردنا أن نتعامل مع وجيرة التربية على أساس أنه أخوها داعشي يفترض شك واحد مسؤول بالدولة أخوه داعشي يطلع وعدنا هواية أهواية أكو أنا مسؤول عن هذا الكلام يفترض شك واحد أخوه داعشي وأخوه مبايع يطلع حال وحال شي ماء لحيالي أما ما اليوم أتعامل بوجهين لا هذا خطأ إما أنا أكون صادق وأريد أبني دولة صح وإما أنه لا خلص هذا يعجبني داعشي يجيب أخوه هذا يجيب ابنه هذا لأنه ما راح ننجح إحنا بالبلد بهذه الطريقة تعامل بطريقة ما يصير إما أنا تعامل وفق القوانين مع الكل والعراقين كلهم سواسية أمام القانون اللي أخوه داعشي ما يستل المنصب إحنا نقبل أنا بصراحة قيمت أخاف لا يجي يوم إحنا يتهمون دواعش ممكن بيوتنا تفجرت والسيش هدو من عندنا وأولدنا وأخوتنا نخاف لأن الدنيا بدأت تنقلبها شو بالعكس لا تمشي نعم يعني قبنا نخاف إحنا لا يجي يوم يتهمون إحنا نطلع دواعش نعم خلينا نتخلي سيد محمد أريد تعليقه يعني مع الأسف في ظل هذا التخبط السياسي وفي ظل هذه الأنباء ونسمعها ونشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما يدمي القلب يعني نتمنى أن السيد عادل عبد المهدي والجهات الأمنية تتخذ حيطة وحذر يعني ما معقولة يعني هذا اليوم إحنا نرشح ناس ونجيبهم للوزارات مهمة جدا تربية تربية يعني ماكو أهم من وزارة التربية يعني هذا اليوم وربما أشياء كثيرة أنتوا علم بها تفضل بلك التعليق نعم ست الفضل لولا تحالف سائرون وإصراره على مشروع الإصلاح ليتمنى سماعة السيد مقتل الصدر والتيارات المدنية من ضوية تحته والمشروع الذي وافقنا عليه مشروع أو البرنامج الحكومي السيد عادل عبد المهدي والإصرار على تنفيذه فقرة فقرة دون مجاملة ودون مساومة نحن نصر على تنفيذه من خلال أول شيء الكابينة الوزارية والحقابة الوزارية لا تسلم إلا لشخصيات كفاءة ونزاعة وتخترب بالمؤسسة الأمنية والقدمية إلى المواطن العراقي لا لكتل السياسي لذلك تأخذت الحكومة في تشكيلتها الأولى من خلال 14 وزارة وتحفظنا على الثمانية بسبب هذه الأسباب البعض من التحالف والبناء يدعونا نحن حجر عثرة أمام تشكيل حكومة لكن نحن حجر عثرة أمام تشكيل حكومة طائفية لكن بعض الأسمات مررت يعني سيد محمد بعض الأسمات مررت يعني تحت قبة البرلمان وتحدث سيد فاضل نادس سيد محمد يعني يقلك أنه أكوى أسمات مررت رغم إصرارنا على مشروع الإصلاح لكن هناك كتلة سياسية كتلة البناء لديها المرشحين وتفرض هذه المرشحين على السيد عبد العبد المهدي وهو لا حول ولا قوة تحت قبة البرلمان ويدعونهم أعطوا المساحة والوقت الكامل سيد عبد العبد المهدي يعني تتهم بعض الكتلة تكبير نعم وفرضت شخصيات وجاءت بهذه الشخصيات وفرضتها من خلال مساومات مالية أو تأثيرات سياسية أو أملاء الدول الخارجية وحذرنا من هذا الشيء والآن بدأت تخرج هذه السلبيات من خلال وزيرة التربية ووزيرة الدفاع والداخلية وتمسكون بأتيان بشخصيات لأن هذا أمن المواطن أهم من التربية والتربية أهم من وزارة أهمية حسب تدرج الوزارات الأمن المواطن اليوم هو يأتي بالاقتصاد هو يأتي بالتربية هو يأتي بالصحة يأتي بالازدهار والصناعة والزراعات يوم الخميس رحيط سيد عادر عبد المهدي ومجلس النواب استكمالك بين الوزارية نأمل اليوم كان مفروض تشريع لكمال مشروع الموازنة الذي تأخر كثيرا وبدأنا بالعام الجديد والموازنة الأم تقر والمشاريع متوقفة وهناك شبهات فساد حول الموازنة من خلال المحافظات هناك محافظات منكوبة وهناك مشاريع متوقفة يجب أن يكون هناك معيارية صحيحة صحيحة مهنية في تقييم الموازنة والإسراع بالتشريحة لأن لا يستحمل الوقت نحن بدأنا بهذا العام وهناك يجب على هذه الحكومة والبرلمان مراجعة تشريع القوانين في الحكومة التنفيذية والبرلمان في الحكومات السابقة التي شرعت في وقت أزمة أمنية وأزمة اقتصادية وتحمل كاهلها المواطن العراقي من خلال وزارات أحتاج إلى دقيقتي الجباية في وزارة الصحة تحملها المواطن العراقي البسيط الفقير عندما هبط سعر النفط البرمين النفط وتحملت الحكومة العراقية وتحمل المواطن العراقي في وزارة الصحة في المستشفيات العامة جباية أموال لا يمكن المواطن العراقي البسيط دفعها وموضوع الثاني اتصالات وتحمل أيضا المواطن العراقي البسيط سعر كلفة الدقيقة في الشركات رائب تحملها من خلال كارتات الشحن المواطن العراقي البسيط الذي هو لا حول وقوة وكذلك مشاريع الاتصالات والمجاملات في وزارة الاتصالات مع الشركات التي تتبنى مشروع الاتصالات في زين واثير وكورك وغيرها والأبراج التي توجد في داخل المناطق السكنية التي تسبب أمراض مصرطنة وأمراض صحية حذر منها خبراء بهذا الموضوع يجب يعني هذا الموضوع مشروع شركات يجب أن تكون بالموازنة هذا التقصد لا يوجد سياسات استراتيجية للموازنة حتى مثلا نشيل هذا العبع على المواطن العراقي الذي تسبب في موازنات هذا انفرض في الموازنات السابقة نعم انفرض في الموازنات السابقة بسبب الأزمات التي عصفت بالبلاد أزمات أمنية واقتصادية وسعر النفط الآن سعر النفط مستقر وكذلك الموازنات تكون موازنات وهمية هي فقط احتياطية هي تشرع للفساد وللقتل السياسية يعني تضع فقرات مبالغ طائلة كموازنات يعطي وفتراضية مع الأسن لكي تشرع لفساد مستقبلي في هذه الموازنة مشروع هذه الأبراج المفروض يجب أن استخدام الطول الموجي الطويل والتردد القصير لكي لا يؤثر على صحة المواطن كل دول العالم تستعمل هذه الأبراج خارج المدن لكي لا تؤثر نحن هذه يجب أن تكون بكل فواطئة جدا لا بكل فعادية يعني عكس كل الدول فيها الآن ربما سيدة محمد هادي مهندس ويتكلم بدقة في مواضيع مهمة جدا لكن مع الأسف ما عدنا سياسات ستراتيجية اقتصادية ما عدنا أيضا خبراء يضعون موازنة تفيد أو تخدم هذا المواطن يعني أغلب الموازنات التي وضعتها حتى الحكومات السابقة كانت موازنات غير يعني منصفة لهذا المواطن البسيط الفقير الفاقد أمن وخبزه مستقبله هل يوم أنتم بالموصل أيضا معترضين على موازنة أو حصة محافظة نينو أو بالبصرة معترض على حصة محافظة البصرة وين ستراتيجية في هذا الموضوع شنو الخلل شنو السبب ليش هذا التخبط يعني مجلس النواب بدأنا بالعام الجديد ولهذا اليوم ما انقرت الموازنة ولا وقرت يعني شنو السبب يعني سبب عدم إقرار الموازنة اللي هو الميزانيين نحكي عليها حصة المحافظات حصة المحافظات عدم وجود سياسة ستراتيجية عدم وجود خبراء يضعون خطة لهذه الموازنة هناك تخبط في الموازنة وأيضا حصة المحافظات اللي يعترضون علي أغلب النواب لا فيما يخص يعني ما موجود ناس ستراتيجيين أو يعني خبراء موجود لكن هل يعتمدون عليهم الجواب لا حتى الموازنة أنا أقصد بوضع الموازنة أقصد بوضع الموازنة إذا قريت الموازنة أنا قاريتها هناك تخبرات ما يدخلون هم موجود خبراء لكن ما يخلونهم يشتركون بهذا الموضوع هذه الموازنة هي أيضا عبارة عن صفقات سياسية بين الكتل السياسية لأنه أول ما تقر تقر في مجلس الوزراء ثم ترسل إلى البرلمان مجلس الوزراء أيضا عبارة عن أحزاب كل حزب يوصل وزير اللي عنده روح سوي هاي وفلان شيء ولذلك هي هذه الموازنة تأتي أيضا تأتي بتوافقات سياسية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب إذا أنت تقولين قريت الموازنة شفتي بها الأبواب ما عندك باب إيرادات باستثناء النفط بنسبة 90% قد يكون إذا مو أكثر نعم وهي إشكالية كبيرة وهي إشكالية كبيرة يعني من الواردات الأخرى اللي مهملة عند الدولة اليوم هي الضرائب القمرض حتى الشركات اللي حتش عليها أستاذ محمد شركات الاتصالات هذه كلها بيها واردات نعم أحد الأشخاص اليوم يعني قبل قبل لا أجي كنت يمة شخص يعني على مستوى في الدولة نعم تحدثت لي موضوع بدنا نحجة على الفساد قال لأنا رحت قال لأني رحت عندي معاملة في إحدى الدوائر فقال طلعت علي ضريبة 10 ملايين بعدين قال نزلوها 5 قال اتفقنا أنه ننطي 5 ملايين قال الموظف دزلي خبر قال يابا أنت نطوني 5 بس رح نطيكم وصل ب 3 ملايين هاي المليونين مثلا مين راحت راحت من إرادة الدولة القمرق نفس العملية من يجي تاجر علي قمرق مثلا 10 ملايين عليها 10 ملايين بالأسف يجي الموظف يقول لأنا رح أسوي لك يا بربع ملايين نطيني مليونين وسوي لك يا بربع ملايين يصير مجموع 6 ملايين يدفع 6 التاجر أحسن ما يدفع 10 إذن الدولة خسرت خسرت 5 ملايين وهكذا اليوم هذا الوضع اللي موجود بالعراق ولذلك اعتماد العراق فقط على النفط قد يؤدي إلى كارثة مستقبلية لأنه وانا عرف وش راح تصير أسعار النفط اتوقع يباتي تصير أسعار النفط بـ 30 دولار شنو الحل شنو الشي اللي موجود عند الدولة ما عدها بديل عدها بديل تروح تستقرض من البنك الدولي من الدول الأخرى وطبعا هذه القروض راح تشكل فوائد على الحكومة وتطلعين من من معترك تدخلين من معترك ما عدنا ستراتيجية حقيقية لإيرادات الدولة يعني لا من العقارات لا من العملاك لا من الضرائب كما تحدثنا كل هذا معتمدين فقط عن النفطات اللي موجودات بالعراق إذا ما ذهبنا إلى موازنة المحافظات طبعا ما نتحدث اليوم صحية الموازنة تقر للمحافظات على أساس الكثافة السبكانية لكن اليوم أكون محافظات حصلت بها عمليات عسكرية دمرت بشكل كامل يعني من نتحدث عن الموصل اليوم الجسور اللي موجودة الرئيسية ستة بالموصل هي مدمرة سووا بها جسور ترقيئية بس مجرد تعبر لكن ما عادت مثل ما ساحل الأيمن الأيمن إذا نتحدث اليوم عن 45 ألف دار سكنية مثلا مدمرة هؤلاء مواطنين كلهم عوالدة لنحسب العائلة على خمسة كذا عدد يطلع رقم عندي ناس بالمخيمات يفترض نينوة ينظر لها بعين أخرى ماذا قد حصت نينوة ما مو مبلغ يعني مو ذاك المبلغ 2% السبع تقريبا 2% هي حصت نينوة ويفترضي 10% بس هي الـ 2% منين جت حتى بس أيضا هذا توضيح بقية المحافظات انطوهم الميزانية مع رواتب الموظفين للوزارات اللي تم نقلها إلى المحافظات يعني 8 وزارات نقلوا موظفينهم إلى المحافظات يعني فكوا ارتباطهم كموظفين في بغداد يعني إذا نتحدث عن الزراعة نتحدث عن الصناعة نتحدث عن الصحة كثير من الوزارات فكت ارتباطها في بغداد فمنين يستلم راتبة هذا الموظف ابن النجف ابن البصرة يستلم راتبة من المحافظة باستثناء الموصل نينوة محافظة نينوة والأنبار وصلاح الدين من نقلت الصلاحيات لهذه المحافظات وبقى موظفيهم يستلمون رواتب من بغداد ولذلك من أنقيسه نقول هذه 2% أو 1% لكن إذا ما طلعنا الرواتب ما الموظفين ما المحافظات الأخرى من الميزانية راح تكون ميزانة نينوة 11% في كل الأحوال بهذا الظرف وبهذا الواقع نينوة تستحق ميزانية مضاعفة لهذه الميزانية أكثر مرتين نعم وأيضا ابن البصرة يعترض وأيضا محافظات كثيرة تعترض على هذه الموازنة أنا أتحدث عن الستراتيجيات يعني الاقتصادية اللي موجودة عندنا ربما هذه أيضا يعني إلها سبب كبير في تدهور الوضع الاقتصادي وأيضا خطورة هذا الوضع يعني اللي مر به هذا اليوم تتوقع أن الموازنة يتم أقرارها خلال هذه الجلسة أو البعدها لو تتوقع أنه أيضا بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب راح تؤجل لا هم ما عدهم غير حل إلا أن تقرر الموازن يعني بعد سبوع بعد شهر بعد عشر تيام لازم تقرر الموازن لأنه إذا ما أقرر الدولة ماشية راح تصرف يعني ما راح توقف الرواتب الدولة ما راح توقف المشاريع تستمر لا هم عدهم عدهم كون من المبلغ يعني عشر مليارات مثلا أو عشرين مليار يقسم هذا حسب التقسيم اللي يجي من الحكومة طبعا بالمناسبة إحنا ما يثقل الدولة هي الرواتب يعني إذا إذا جينا نحسب السعلي شقد رواتب من هذه الميزانية تحديدا ما 2019 في تقديراتي راح يصل إلى 90% فقط إلى الرواتب 90% إلى الرواتب ليش لأن الحكومة هام لموضوع الاستثمار هام لموضوع الصناعات المحلية يعني اليوم أكو أكو شركات بالعراق تربح كانت تربح اليوم كلها تدمرت هذه الشركات يمكن بالصناعة بالزراعة بغير وزارات هذه كانت بيها نسبة كبيرة ترفض ميزانية الدولة مو المفروض يعني يتم تصويت مجلس النواب على بقية الوزارات مثل عندنا وزارة الدفاع وزارة مهمة جدا لميزانيتها 19% وأيضا وزارة الداخلية وهذا أمن المواطن وأيضا وزارة التربية وأيضا وزارة العدل يعني هاي وزارات مهمة غير موجودة الوزير يعني ويناقش موازنة ويعرف موازنة الوزارة مالوش قد قبل أقرارها لا هو أشوف يعني بعد أقرارها ورح يجي ربما ما رح يكون عنده مرسول لها سياسات يعني لهذه الوزارة يعني قل لك أنا ما أعرف الموازنة ما الوزارة حتى مكون واضحين شوية يعني الوزراء اللي داي يجون هم مرشحين أحزاب ولذلك من يجي الحزب اللي يجيبه هو يرسم له السياسة يعني الحزب ومسيطرة أنا أحد الأشخاص قال قال الفريد يوم سألت رئيس أحد الأحزاب الإخوان قال قلت له الوزارتك الفلان وزير اللي جبته باشر يمكن رح يمر علي عندي شغلة قال لي والله بعيتها الوزار البارحة بالليل هذه وحدة شون قال لبعتها البارحة بالليل والله العظيم فأنت تتحكيلي على سياسة تتحكيلي هاي 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 هسه هاي الدور واحد باح ألمن الغي حزاب ما أعرف يعني هو قايل قال لو الله قايل لو الله بعيتها البارحة بالليل واحد الأخوان قال رحت على وزير على مشروع معين في محافظة قال قال لي أخذت موافقت فلان فلان اللي جابه اللي جاب هذا الوزير أخذت موافقته قال قلت له لا والله بس أنت موزير وجاي يعني احنا باعتبار قال لي لا أخذ موافقت فلان إذا نطاك موافقة أنا ما عندي ما أنا أسوي لك هاي الشهر فهذه الوزارة دي تحكي لي أنت على هذا الكلام الذي تحكينا دي تحكينا على نظام مؤسسات نظام دولة نظام يعرف الوزير اليوم وش رح يخطط وش رح يسوي بالمستقبل بعد ستة شهر احنا عدنا فوضى واحد قاعد بالبيت خابره بالليل قال تعال باش ترصير وزير واحد مسافر خارجي لعراق بالزولة على الوجساب وعال كذا قال احنا ما عدنا الدولة ما عدنا نظام الدولة اللي تجيب وزير مع كل احترامات الوزراء اللي عندهم شهادات وعيدهم ثقافة لكن الدولة من اللي تجيب وزير المتدرج اللي اشتغل موظف وعنده خدمة في 25 سنة 20 سنة 30 سنة في هذه الوزارة يعرف كل عيوب وإيجابيات هذه الوزارة أما اليوم يجيب لي واحد ما مشتغل بالدولة ولا يوم لكن أيضا مع احترامي لكل الموظفين أيضا أصبحت الوزارات هذا اليوم أيضا موظفيها تابعين لبعض الأحزاب لا موجود لا موجود هذا الشيء من الأصغر إلى الآن لا لا شوفي كل الوزارات اليوم تحكم سياسيا وهذه اشكالية كبيرة هاي مو بس اشكالية يعني أنت شنو نتغير شنو نتغير هسا قبل ما انتخل السيد محمد هادي شنو نتغير يعني أنا مواطن من أسمع كلامك أستاذ وأنت نائب وإلك قيمة وإلك صوت ينسى من ناخبيك من الناس اللي موجودة من أسمع كلامك أشعر بخيبة أمل شنو نتغير شنو نقدروا وتغيروا الأحزاب السياسية أنتوا كتلة الأصلاح يعني شنو غيرتوا ما تقدر يشوف أولا انت أيضا بكتلة الأصلاح لا لا هذا تشكل أولا شكلت الحكومة بعد صار لها شهرين أو ثلاثة شهر يعني مو من المنطق اليوم إحنا رأسنا نشتغل ضد الحكومة يعني وضع البلد ما يتحمل إحنا دنقول الحكومة أندي أخطاء دا تسمعين بأخطاء عالجي هاي الأخطاء اللي دا تسمعين بها أتعالجها إحنا دنقول دنقول عالجوها عالجوا هاي الأخطاء تعالجها يعني أكو أمل يتعالجها أنا كمواطن أنا أريد عرف الحكومة أكو أمل يتعالج لا أنا في وجهة نظري ما رح تتعالج الأمور لأنه ما طول أكو خطأ وانسكت عنه ووجد خطأ آخر وانسكت عنه والخطأ الآخر انسكت عنه ما راح يصير علاج يعني من أسمع أنه يطلع مواطن بالتليفون هذا التسجيل اللي حتشينا عليه يقول يابا اللي يريد بفلان وزارة فلان وزارة فلان وزارة خليج يواني فلان ويعرفونا طبعا طيب هل الدولة تحركت على هذا الشخص اللي يقول ووجود بالحكومة اللي يقول وزير فلان وزارة كان بايت عندي البارحة هو ده يقول بالتسجيل يقول فلان وزير كان بايت عندي البارحة رحتوا على هذا الوزير سألتون من وهذا سيد محمود خل نفتهم شنو هذا سيد محمود هذا غير إمكانية لأنه حول دولة كلها باسم يقول لأني الوزير مال هاي خمس وزارات يقول لأني الوزير طيب هذا مو يعني ما ينطيش دليل على أنه أكو فساد ما ينطي حق للدولة للحكومة أنه تتحرك عليه شنا ماذج خلينا نعم خلينا شوف رئيس أستاذ محمد يعني في ظل الإصلاح اللي تكلمنا عليه قبل الانتخابات وتحدثنا عن تغيير وضع سياسي وأيضا تغيير منهج يعني حكومي كانت تدار به ربما الحكومات في الفترات السابقة اليوم أيضا نسمع في بعض المشاكل واللي تحدث بها أستاذ محمد ربما تنطينا خيبة أمل ماذا لو ممكن ننهض حكومة قوية حارب الفساد أيضا تضعيد على الجرح يعني العراقي بعد ما يتحقل 15 سنة من الألم والجرح والفساد يعني شوف ممكن أمضي في مشروع حكومي قوي جدا تحدث به سيد عدل عبد المهدي في ظل أحزاب ربما تسيطر على مفاصل الدولة ذكرت لك قبل قليل أنه مشروع إصلاح وإصرارنا على مشروع إصلاح وأكون هناك تغيير بسيط حصل في هذه الحكومة من خلال وزارات اختارها السيد عدل عبد المهدي دون فرض اللي هي أربع وزارات النفط والصحة والوزارة الكهرباء والبرنامج الحكومي الذي يشمل الكهرباء والصحة والزراعة والتعليم والأمن كل مشروع يعني برنامج مثالي يمكن تطبيقه من خلال اختيار شخصيات كفوءة لهذه الحقائب ولذلك يدعي بعض الكتلة السياسية أن سائرون هي من شكت الحكومة أو شكت هذه الوزارات هذه الوزارات التي مضت بطريقة صحيحة يلي الكهرباء والصحة والنفط من خلال ترك المجال السيد عدل عبد المهدي واختيار شخصيات تقنقات معيدة كل بعض عن سائرون لكن دعمنا بهذا الموضوع وسوف يثبت للجميع هؤلاء الوزراء بأنهم سوف يطبقون المشروع البرنامج الحكومي السيد عدل عبد المهدي وإن شاء الله يكون بأسرع من الوقت المفترض إليه لكن المشاكل السياسية شهرين يعني الحكومة نعم نتأمل أن السيد عدل عبد المهدي هذه رسالة من مواطن عراقي بسيطة اللي وعدنا ببرنامج الحكومي إلغاء الوكالات هاليوم الهيئات المستقلة كلها بالوكالة هاليوم أيضا وزارات مهمة بالوكالة نتمنى أنه ينهي ملف الوكالات ويمضي في إكمال برنامج الحكومي يعني الواطن بعد ما يتحمل تتوقع أنه سيد عدل عبد المهدي رح ينفذ برنامج الحكومي مثل ما وعد المواطن العراقي والكتل السياسية لو أيضا رح يكون هناك عثرات وأيضا هناك معوقات لتنفيذ هذا البرنامج يعني برنامج كان رائع جدا نعم سوف يكون ناجح البرنامج الحكومي إذا لم يرضخ لإملاءات الكتل السياسية ويشنون ما يرضخ هذا اليوم سوف يتحمل مسؤولية مع أن يقدر يكمل كابينة وزارية سوف يتحمل مسؤولية أمام الكتل السياسية وأمام الشعب العراقي وأمام برنامجه الحكومي الذي تبنى وتم الاتفاق عليه على سيد عدل عبد المهدي بعد الموافقة على هذا البرنامج الصلاح وبرنامج حكومي يجب أن يقول كلمته في البرنامج وترشيح الشخصيات حسب اتفاق السياسي الذي حصل بين كتلة الصلاح والعمار وكتلة البناء بالإتيام بشخصيات بعيدة عن كتلة السياسية هنا مو برنامج السياسي يستطيع يعني العمل تحت قبة برنامج وفي عزب السياسي الحقيبة الوزارية هي على محاكمة المواطن لكن كل الكتل والأحزاب السياسية اليوم تشارك بالحكومة مثل ما تحدثت السيدة محمد السيادة النائب يعني تحدثت كلام مهم جدا وخطير سألون لم تشارك في الحكومة لكن دعمت السيد عدل المهدي ودعمته بالشخصيات التقنقراط ولم تدعم في شخصيات اللي عليها شوائب فساد أو شوائب أمنية أو شوائب مهنية من خلال الثمان وزارات التي لم يتم التصويت عليه والعنبقة الثلاثة وسوف نصر مع السيد عدل المهدي فيه تحت قبة برنامج بعدم التصويت على أي شخصية ترشح لأي حقيبة وزارية سواء تم فرضها أو لم تفرضها الكتلة السياسية بعيدة عن خدمة المواطن العراقي والذهاب بالمؤسسة يعني أول بالوزارة إلى خدمة المواطن لا خدمة الكتلة السياسية شكرا جزيلا ولا خدمة المواطن السياسية شكرا جزيلا ساد أريد أختم إياك فأتكلمة هي جو قنبلة أريد معلومة لا ماكو قنابل بس طالما موجودة هذه الأحزاب السياسية أنا أعتقد لا أمل للعراق والعراقيين في العودة إلى بناء دولة حقيقية هم عبارة عن تقاسم للسلطة عبارة عن تقاسم للنظام وليش ما خليها يعني يعني أن يتحدث كمواطن عراقي يعني كل واحد أنطي استحقاقه الانتخابي من البداية وأنطي هاي الكتلة استحقاقه الانتخابي وهالكتلة استحقاقه الانتخابي وهالكتلة استحقاقه الانتخابي وخلص كل واحد يعرف استحقاقه الانتخابي لأن بعض الكتل يعني تحدثت بعدم مشاركتها بالحكومة وهي أخذت أكثر حصص يعني بالحكومة لا شوفي الاستحقاق الانتخابي شيء يفترض أن يتعاملون إما وفق الاستحقاق الانتخابي أو وفق أنه أنطل حرية الكاملة لرئيس الوزراء لكن بعض الكتل ما تعملت بهذا المنهج لا كتل فرضة للأسماء أكو كتل أنطة يعني أستاذري ندخل بتفاصيل إذا رحنا إلى جانب الإصلاح اليوم إلى الإصلاح أنطيني وزير واحد مسمى من هؤلاء التسعة عشر وزير السل حد الآن تسعة عشر وزير ولا وزير بالإصلاح أنطيني وزير من الإصلاح سموه الإصلاح واحد من هذول التسعة عشر أنا رح أنطيك إيدعش وزير سموه البناء إما أن ندير الدولة وفق مصطرة واحدة وهذا الكلام موجه للسيد رئيس الوزراء إما أن تدار الدولة بمصطرة واحدة مع الجميع أو تدار الدولة وفق مزاجيات يعني اليوم تديرها مزاجية يعني أنا من ذلك أقول لك روح وخذ راحتك ومتفقين عن كتلة أخرى أنه ننطيك مجال أو ننطيك حرية شنو معناها تيجي تقبل بمرشح فلان دعش مرشح لكتلة البناء يعني إذا شننا خمسة النفط الكهرباء الصحة النقل الخارجية الموارد المائية ستة شناهم وإضافة إلى اثنين من الكرد الأخوة الكرد رح يصنون ثمانية شلهم من التسعة عشر قد رح يبقون إيدعش إيدعش مرشح من البناء وأيضا لكاد أخذوا استحقاقهم بس أنت من تجيني دعش مرشح من البناء وين أكوش دولة مقابلك أكو كتل سياسية ليش ما تعاملت مع الكتل السياسية مثل ما تعاملت مع البناء أنا هذا السؤال شكرا جزيلا بالختام أشكر ضيوفي وأريد أهني منتخبنا الوطني هذا اليوم بالانتصار والفوز وإن شاء الله أيامنا كلها انتصارات وأفراح ونتمنى عدم أطلاق الإيارات النارية حفاظا على أرواح الناس حتى ما نفسد الفرحة بهذا الفوز الف مبروك لكل الشعب العراقي الف مبروك لأسود الرافدين من فوز إلى فوز ويا رب الدوم أفراحنا الكاس عراقي وإن شاء الله يبقى عراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة